الكاتب والباحث السياسي هلال العبيد أطرح عليك أستاذ هلال أيضا هذا السؤال اليوم ولكن من وجهة نظر مختلفة اليوم أستاذ هلال يعني هذه العملية العسكرية في يومها الرابع البعض يقول بأن هناك بطءا نوعا ما على الجبهات بينما الطرف الروسي يؤكد بطبيعة الحال ثبات التقدم العسكري دخلنا اليوم في عام الجديد وهو مسألة الحوار أفق هذا الحوار أستاذ هلال في ظل التصعيد الكلامي وتصعيد المواقف ما بين الطرفين نعم تحية لك والضيفك الكريم والمشاهدين الكرام يعني بصراحة في اليوم الرابع يبدو أن القوات الأوكرانية قد استطاعت امتصاص زخم التقدم الذي تحقق منذ الساعات الأولى للقوات الروسية والقوات الروسية كما نشاهد الآن في المدن تبدو مشتتة وضائعة وتتعرض إلى هجمات من الخلف من مقاومين من شبان من جيش أوكراني بقي متموضعا في مكانه وفي مخابئ أيضا لذلك أعتقد أن القوات الروسية على مر التاريخ كانت قوات عقيدة دفاعية يعني منذ حرب نابليون حتى الحرب العالمية الأولى والثانية كانت هذه القوات ليست تبدو أنها قوات غازية لغزو بلد آخر واليوم يعتقد الجنود الروسية أغلبهم أن هذه ليست الحرب التي كانوا يريدون خوضها العقيدة القتالية لروسيا هي عقيدة بالضبط دفاعية يعني صحيح أن هناك ما يدعو لروسيا أن تكون في محل شكوك من انضمام أو في محل خطر من انضمام محاولة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ولكن هذا ليس سببا كافي لغزو دولة أخرى بهذه القوات بهذا العدد بهذا الجيش وإحداث ما يمكن إحداثه اليوم نحن نتكلم عن مفاوضات ولكن هذه المفاوضات تحاول روسيا إبداء القوة من خلال فرض مكان المفاوضات وفرض وقت المفاوضات وبالنتيجة هي الآن بلاروسيا بلدا ليس محايدا حيث تنطلق القوات الروسية من بلاروسيا وهذا ما يجعل ذهاب أي ذهاب لوفد أوكراني للمفاوضات يبدو كأنه استسلام وليس لإقامة مفاوضات المفاوضات يجب أن تكون على أرض محايدة في بلد محايد لم يتدخل في هذه الأزمة والجميع يعلم أن بلاروسيا خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس البيلاروسي بمحاولته أن يقول نعم نحن راضينا مهيئة لاستقبال السلاح النووي الروسي في حالة إذا ما تم نشر بعض الأسلحة النووية في رومانيا وفي بولونيا ودول أخرى لذلك أنا أعتقد أن يتمسك القيادة الأوكرانية بموقفها خصوصا بعد هذه الانتصارات وبعد امتصاص زخم القوات الروسية يبدو أنه تفكير في محله وأن العالم اليوم بدأ مساعدة أكبر ممكنة لأوكرانيا وخصوصا بعد الأخبار التي قالت أنها ستقطع يوم الاثنين اليوم أحد يوم عطلة ولكن يوم غدا سيتم قطع نظام السفيفت المصرفي عن بنوغ يعني لا ننسى أن هناك ثلاثمائة مؤسسة مالية وبنك روسي سيقضر من جراء هذه العملية أعذرني عمقاتك فاسمح لنوه بأبرز ما جاء في كلمة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين منذ لحظات بثت هذه الكلمة وقال خلالها طبعا هي بثت على القنوات التلفزيونية الروسية قال القوات الخاصة الروسية شكرها وخاص بالذكر من وصفهم بأنهم يؤدون واجبهم العسكري البطولي في أوكرانيا وهذه الكلمة سجلت في وقت سابق بثها لكريملين على موقعي الخاص على الإنترنت وقال بأن العالم في هذه الأثناء يتحضر لقطع روسيا عن نظام السفيفت البنكي العالمي كذلك أعود إليك بما أن هذه النقطة كنا نتحدث عنها منذ قليل اليوم كان في تباين في وجهات النظر الأوروبية حول إيجاد موقف موحد من مسألة قطع نظام للسفيفت عن روسيا يقولون اليوم بأنه قد يكون اقتطاع جزئي وبعض البنوك ستستفيد من هذا النظام في مسألة فقط دفع أو تسديد كلفة الغاز الروسي إلى أوروبا ألم يضعف قيمة هذه العقوبات باعتقادك فعلا هذا ما يتم الإشارة إليه من قبل الأطرف الأوروبي يعني تحاول أوروبا في هذا الوقت الاستفادة أوروبا ليست مهيئة لقطع الغاز الروسي اليوم الأوروبيين بحاجة إلى هذا الغاز ولكن كما جاء في رسالة ماكرونة التي توجهها إلى البرلمان يوم أمس علينا أن لا نكون بلدان مستهلكة علينا أن نجد البدائل للغاز الروسي علينا أن نجد حتى البدائل للأمن الأوروبي علينا أن نجد البدائل للأمن الغذائي الأوروبي هذا ما تحاول أوروبا القيام به بإيجاد بدائل للغاز الروسي لا تريد أوروبا أن تكون مرهونة بهذه الصراعات أو تكون مدينة لأحد بأسباب الحياة أسباب الحياة يجب أن يجدها الأوروبيين نفسهم وهنا تم الحديث أيضا عن موجود جيش أوروبي موحد يكون موازي لحلف الناتو وليس بديلا له وأن تدافع أوروبا عن نفسها بنفسها دون العودة أو دون الحاجة إلى العودة حتى إلى حلف الناتو وكانت هذه الطروحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون منذ عام 2017 في هذا الخصوص لذلك اليوم وجود هذا النظام المصرفي والاستفادة من دفوعات الغاز ولكن سوف لن تكون هناك ستتأثر القطاعات الزراعة وقطاعات الصناعة وكثير خصوصا قطاع المال ولنرى كم سيصمد المصرف المركزي الروسي إذا تضرر بهذه الإجراءات أستاذ هلال أعود وأطرح عليك السؤال التالي اليوم توسع النيتو شرقا وتوسع الاتحاد الأوروبي شرقا كانت من العوامل التي علمت أوكرانيها بأنها تستفز الطرف الروسي اليوم عندما سئل أحد الرسميين في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قال أن هناك تباين في الآراء وعدم توافق حول هذه النقطة ألا تعتقد أنه كان بالإمكان فعليا تفادي هذه الحرب لم يكن متاحا هذا المجال أمام أوكرانيا أو هذا الطموح الأوكراني في التوجه باتجاه الغرب يعني حقيقة فعلا هذه الحرب كان يمكن تفاديها لأن المخاوف الروسية هي أوكرانيا لم تنضم رسميا إلى حلف الناتو لذلك كانت هذه المخاوف هي مشروعة ولكنها في نفس الوقت هي شبه وهمية لا ننسى هنا أن حلف الناتو عندما كانت روسيا في أضعف مواقفها في عام 90 وعام 91 لم يحاول حلف الناتو إيذاء روسيا ولم يحاول إضعاف روسيا بالأكثر كان يمكنه فعل ذلك ولكن حلف الناتو وجد لحماية دول الاتحاد الأوروبي والعلاقة بين الفتي الأطلسي بينها وبين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية حلف دفاعي فعلا هو ليس توسعي لكن هذه الدول مثل ما جاء أمس حسب تصريحات وتسريبات للسويد وفنلندا بمحاولة الانضمام إلى حلف الناتو وهي دول محايدة تفكير هذا الغزو الروسي أتى بنتائج عكسية على روسيا هذا الدخول العسكري لقوات العسكرية في أوكرانيا أتى بنتائج عكسية من ناحية محاولة هذه الدول الانضمام إلى حلف الناتو لحماية نفسها من روسيا ولعدم تكرار تجربة أوكرانيا ولا ننسى أن فنلندا لديها أطول حدود تقريبا 1340 كيلومتر وهي أطول حدود لدولة مع روسيا تحاول الآن هذه الدولة الانضمام إلى حلف الناتو لذلك أنا أعتقد أن هذه الحرب مخاوف بوتين لم تكن في محلها ولم يكن من الواجب قيام هذه الحرب أساسا لأن النتائج كما نرى الآن كما نسمع في الأخبار أن كل الدول الآن حتى الشركات التكنولوجية الكبرى وشركات الطيران كل الدول التحدث لا يمكن لدولة أن تقف متفرجة على غزو دولة أخرى وهذه دولة ذات سيادة ولها استقلال وكانت هناك ضمانات لأوكرانيا في عام 1991 عندما سلمت السلاح النووي إلى روسيا بالحفاظ على وحدة أراضيها وعلى استقلالها وهذا ما لم يتم يعني إضافة إلى الضمانات التي أعطاها الرئيس بوتين لقادة العالم بأن هذه مناورات وأن لا يمكن غزو أوكرانيا ومع ذلك تم غزو أوكرانيا لذلك أنا أعتقد أن حتى الثقة التي كانت متبادلة في يوم ما بين الاتحاد الأوروبي وهنا أتكلم عن قادة الاتحاد الأوروبي وبين الرئاسة الروسية قد أصبحت على البحك وهناك شكوك كبيرة في عودة هذه الثقة بصورة سريعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر